بحضرتكم الانتخابات الرئاسية التونسية تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية في البلاد حيث تعكس إرادة الشعب في اختيار ممثلي والمساهمة في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد الدستور التونسي لسنة 2022 نص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخاباً عاماً حراً مباشراً سرياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية فالانتخابات الرئاسية تشرف عليها بشكل كامل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الانتخابات الرئاسية الحالية هي الثالثة بعد الثورة والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات حسب ما ذكره الفصل التسعون من الدستور وعملاً بأحكام الدستور الجديد فإن لكل مواطن تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب وجد لأم تونسيين ويبلغ من العمر يوم تقديم ترشحه أربعين سنة على الأقل ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية أن يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية يشترط على الراغبين في الترشح جمع عشر تسكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى للبرلمان أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم التي يعتبر الغرفة الثانية أو أربعين تسكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية أو عشرة آلاف تسكية في عشر دوائر انتخابية على الأقل عددهم خمسمائة ناخب بكل دائرة في الثاني من سبتمبر أعلنت هيئة الانتخابات في تونس قبول ثلاث مرشحين فقط للرئاسة وهم الرئيس الحالي قيس سعيد ورئيس حركة تعازمون العياشي زمال وأمين عام حركة الشعب التونسية زهير المغزاوي وذلك بشكل نهائي وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت أربعة عشر من أصل سبعة عشر ملف ترشيح لأسباب وصفتها بأنها موضوعية وقانونية وتتعلق بعدم استفاء التسكيات الشعبية للشروط القانونية يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات في التاسع من أكتوبر في حين تعلن النتائج النهائية بعد الطعون في التاسع من نوفمبر القادم وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة تجرى جولة ثانية خلال الأسبوعين التاليين إذن هو استحقاق دستوري هام يسعى من خلاله التونسيون إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة وضمان التداول السلمي للسلطة وتكريس حقوقهم في التعبير واختيار من يمثلهم لتحقيق تطلعاتهم نحو الاستقرار والتنمية